بزغاريد النسوة وتصفيق المصلين دق جرس كنيسة مارتومة السبت في الموصل القديمة وهو أول جرس كنيسة يعاد تركيبه في كبرى مدن شمال العراق بعد سبع سنوات من سيطرة تنظيم داعش وأمام عشرات الأشخاص أغلبهم من المسيحيين الذين قدموا من المناطق المجاورة قرع الأب بيوس عفاس الجرس في كنيسة السريان الكاثوليك التي ما زالت أعمال الترميم جرية فيها وقد تم تفكيك الأرضية الرخامية لإعادة تركيبها بالكامل الناقوس كان حلم تمام تحقق يوم 5 أيلول رفعناه بجهد كبير كبير هو 285 كيلو صنع في لبنان بس اليوم تزامن الاحتفال مع بركة الناقوس وعيد الصليب المقدس في حزيران 2014 عندما سيطر تنظيم داعش الإرهابي أصبحت كنيسة مارتومة التي تعود إلى القرن التاسع عشر سجنا ومحكمة بينما أرغم العديد من مسيحي العراق على الهجرة بفعل الحروب والنزاعات وترد الأوضاع المعيشية ولم يبقى في العراق اليوم سوى 400 ألف مسيحي بين سكانه البالغ عددهم 40 مليوناً بعد أن كان عددهم مليوناً ونصف المليون عام 2003 قبل الاجتياح الأمريكي يشار إلى أن قوات الجيش العراقي وبمساندة التحالف الدولي تمكنت من طرد تنظيم داعش من الموصل عام 2017 ترجمة نانسي قنقر